اعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن بدء موسم العمرة من خلال اصدار التصاريح اللازمة للمواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين فيها حيث اعلنت الوزارة ترحيبها بالمعتمرين من خارج السعودية وبدءها اصدار تأشيرات الالكترونية للعمرة من خلال تقديم طلب عبر منصة النسك على ان يكون موعد قدومهم للمملكة ابتداء من غرة محرم 1445 هجرية اشتركوا في القناة